السلام عليكم في سؤال بيقول هل البيم في عد ذاته ممكن يبقى مجال عمل ولا لا لازم يكون في تخصص أساسي سواء مكتب فني أو تصميم ويخدم معاني البيم والاصل ان انت بتبقى مهندس معماري او انشاي او ميكانيكا او كهربا والبيم ده من ضمن الحاجات اللي انت بتتكونها وبطرف الشغل بها لكن ممكن يكون في شخص بيكون متخصص في مجال البيم سواء مثلا هو مسؤول عن كوردينيشن او مسؤول عن ادارة البيم فممكن زي مثلا مدير المشروع مدير المشروع ككل ممكن يكون معماري او انشاي بس هو خلاص بيركز على ادارة المشروع ما بيفتحش اللوح ويركز على التخصص هو فهمه بش لان هو سام مهندس انشاي خلاص هيقعد يمسك اللوح الانشاي يخشف التفاصيل لأ هو بيجيب مهندس انشاي يمسك التفاصيل دي هو مسؤول عن الادارة فما تقدرش تعرف هل هو معماري ولا انشاي ولا ميكان لا هو متخصص ادارة المشروع فدي برضو بيبقى ادارة البيم او ادارة او كوردينيشن بيبدأ يشوف المشاكل ويعمل الكوردينيشن بين الاقسام ففي بعض الاشخاص بيبقى خلاص هو تخصصه بيم ما بيقالش هو معماري ولا انشاي لا هو متخصصه بيم ما بيتخلش في التفاصيل بتاعت التكنيكل وان كان طبعا كل شغل تكنيكل وكل لازم هو يكون فهم التكنيكل بس هو ممكن يجيب ناس نخصين في التكنيكل وهو يركز على موضوع الحل الكلاشات او يركز على موضوع الادارة تاعت البيم او يركز ان هو يعمل صبورت للناس ويركز ان هو يحل المشاكل ليهم وهكذا